دون أن تثمر لماذا نصلي ونسجد ونصوم ونقوم ونتهجد ونحج ونعتمر ونتصدق ولا تثمر دوحتنا لماذا هذا الفقر الروحي لماذا لا يمن علينا ولا نحظى بهذه الفرحة الروحانية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لماذا لماذا لا نحظى بهذه الفرحة الروحية حين نرى شجرة النفس وقد أثمرت ثمار التقى والوصال والمحبة والخشية والإنابة والتوكل والاعتماد والاحتساب والرقابة إلى آخر هذه المعاني السامقة الجليلة سؤال أحسب أنه يجدر به ويحق على كل مؤمن ومؤمنة أن يطرحه على الدوام على نفسه لألا نكون كالذين قال الله تبارك وتعالى فيهم عاملة ناصبة ننصب ونعمل ونتعب ثم لعلنا لا نحظى بالقبول والعياذ بالله وليس ينبغي أن ننتظر إلى يوم الحساب لنرى نتيجة الحساب يمكن أن نعرف طرفا طرفا من الأمر الآن وهنا أيها الإخوة حين ننظر إلى هذه الدوحة وإثمارها هل تثمر أو لا تثمر هل تثمر أو لا تثمر ويلخص هذا الإثمار كلمة واحدة أن يكون لك وأن يكون بينك وبين مولاك لا إله إلا هو سر لا يعلمه إلا هو وأنت قال السادة العارفون عرفنا الله به وذلنا عليه كما دلهم وعرفهم قالوا من لم يكن بينه وبين مولاه سر فهو مصر على القطيعة لم يتب منها أنت المصر لست راغبا في وصال الله تبارك وتعالى لست راغبا أن تصل إليه إلى حضرته أنت من أهل الإصرار والعياذ بالله لأن الكرم واسع والمن فائضة فلماذا لم يمتلئ إناؤك الصغير الكرم واسع بحجم الأكوان كلها ولو كان إلي الأكوان أكوان وأكوان ليس منقطع النفس بل منقطع الفكر والخيال لوسعتها الرحمة ولعمها الكرم الإلهي فلماذا لم يمتلئ هذا الإناء الصغير إلي الآن لأنك غير مقبل أنت مصر على أن تكون مدبرا عن الله تبارك وتعالى هكذا قال العارفون هكذا قال العارفون في هذه الخطبة أحبة في الله إخواني وأخواتي سنعرج كثيرا على هؤلاء السادة الأجلاء الألباء الكرماء الحذقاء أهل الله أهل الحضور في حضرة الله أهل يصال الله تبارك وتعالى لأنهم الأساتيذ لأنهم الأشياخ إذا تعلق الأمر بفقه القلوب والنفوس بفقه السع إذا تعلق الأمر بجوهر الدين ومعنى الدين وروح الدين أيها الإخوة الأمي منهم الذي لا يكتب ولا يقرأ هو أُستاذ أمام والعالم فينا صاحب التصانيف والمؤلفات الحفيلة في أحكام الفقه وعلوم الشريعة المعروفة من الأصلين والحديث وما إلى ذلك والتفسير أيها الإخوة أمي إذا كان خلوا من هذه العلوم للأسف وأكثر الناس خلوا من هذه العلوم لا يعلمون فيها شيئاً لأنها ليست علوم أوراق هذه العلوم لا تأخذ من الوراق تحفظ وتردد ليست كذلك هي علوم الخبرة والتجربة علوم من ذاق عرف من ذاق عرف علوم الذين سلكوا الطريق وأصبحوا خبراء عارفين خريتين بها بمعالمها وببنياتها أيضاً هؤلاء هم الأساتيذ هؤلاء هم الأساتيذ هؤلاء هم الأساتيذ هؤلاء هم الأساتيذ هؤلاء هم الأساتيذ